ربما ديوني خاطوا ربما كي موقع تجهيزاتهم لذلك ثم آخر المنطقة تقوم العوان ذلك ارتأينا على موسى وزارة الاجتماعية أن يستطيع تصرف الوجور عن طريق الاتحاة ويستطيع تصرف الاجتماعي ذلك مباشرة رفع عن كل عساوة أن يحدث لما حالي في اسفاق سمان نصران ناشا لأنه عندما يحكي لي في بعض الولايات أخرى اللي ربما كي مقلوها بعض رؤساء الجماعية اللي أساءوا تصرف في الوجور اللي تصرف في الاعتمادة اللي تصرف بل منظومة جديدة رجعانا سيمو حامد سريبي على الهاتف سي سر سالحل أنتي مع القطاع العام أم لا لا أنا ما تخلص رايبيان في هذا سيمو حامد سريبي خليتنا رجوله هل أنك معت الطولي ربما المجتمع المادين لحظة بركة لحظة بركة نرجع سيمو حامد سريبي معانا على الهاتف وقال لنه مستعد أن يجاوبك على السؤال اللي حبيت تطرحوا باش شاء الله تكون ما سيتش سؤال متلاك سي سعد سيمو حامد سريبي معانا على الهاتف سيمو حامد أهلا وسهلا أهلا وسهلا بيك مجددا والله أنا حبيت أن نوضح حاجة وكانت سي صالح ما أنا أعطى عليها توضيح لكن نحب أن نأكد عليها بتفاقات هو أنه وزارة الشؤون الاجتماعية ما تصرفش أجور وزارة الشؤون الاجتماعية تعطي منح للجمعيات للتكفل بالأجور وقامت هذه السنة نظرا لأن الجمعيات غير مهيئة لصرف هذه الأجور لسببي السبب الأول هو أنه كما كان يحكي سالح فم جمعيات قبل الثورة أساءت التصرف في منحة التربية الخاصة وكانت بعض الجمعيات نقول بعض الجمعيات أعوانها يبقوا بالسبعة شهور ما يخصوش لذلك وبطلب من النقبات قلنا أنه نأمن الأجور هذه إلى أصحابها الحقيقيين اللي هم الأعوان العاملين تأمينها كيفاش تأمينها أنه بطاقات الخلاص والتصريح بالأجور لدى صندوق الضمان الاجتماعي يكون ممضى من قبل هيئات الجمعيات ولقنا الاتحاد تونسي للتضامن الاجتماعي كجمعية باش تساعد على إنجاز العملية هذه أنه تحذر الأجور وتحذر معناها كيف يدفع لكن القانون ما يسمح لهاش باش تكون هي المخاطب أو المؤجر طب قديمة الجمعيات هي اللي تمضي في الأجور هذه هي اللي تمضي في التصريح للضمان الاجتماعي هي المؤجر القانوني والطرف القانوني معناها للسيالين بالنسبة للرقابة أحب أن نوضع حاجة بالنسبة للرقابة أراه في المرسوم الحالي لتعالجمعيات دائرة المحاسبات والكتاب العامل للحكومة هم المعنيين وخاصة دائرة المحاسبات هي المعنية بالرقابة وأحنا اليوم في جلسات مع رئاسة الحكومة حول الأمر المتعلق بالتمويل للجمعيات كل الجمعيات وأطلبنا أنه يقع استثناء جمعيات المعوقين على غرار الجمعيات الرياضية باش نخرجوا لها أمر خاص في الرقابة والتفاقديات العامة متع وزارة الشمعية كانت قبل الثورة هي اللي تقوم بالرقابة هاي بيسي محمد نغتنم الفرصة كتحكي على الرقابة اللي يبدأ عنده فواتير خاصة تكون خاصة بجمعيات يعني اقتنط مقتنيات خارجة عن مقتنياتها للجمعية مثلا فما عدم تسيير معنا تسيير بالنسبة للأموال المدفوعة مثلا فواتير وانتي تعرف سي محمد ساعة تلقى في فاتورة تتسرب حاجات اللي هي خارجة عن احتياجات الجمعية هذي لشكون يتوجه بيه لشكون يمشي بيه معطا للقضاء لكم انتوما هذي جمعيات سيير في روحها وحدها فما شكون يقول لك روا فما فواتير قينيهم وملموسة انه روا الادارة متعنا والهيئة متعنا واللي هي قاعدة تشري في حاجات خارجنا عن احتياجات الجمعية شوف يعني هذي الفسد المالي او معطا خلينا 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 نوضح الصورة موارد الجمعيات ما هيش متأثية فقط من الدولة موارد الجمعيات ثم موارد ذاتية تجيبها عن طريق التبرعات وعن طريق الهيبات ثم موارد الدولة تراقب الاموال متعها اللي اسندتها كمنح عن اجور والأجور ومنح التسير وما الى ذلك التصرف داخل الجمعية يخضع الى قانون المحاسبة العمومية ومتفقد العام متع وزارة الشورة الاجتماعية يخرج سنويا لعديد الجمعيات ويعملوا تقارير على الاخلالات الموجودة في الجمعيات ويعطوها اجال لاصلاح وضحة سواء في الفطورات سواء في مسك الدفادر سواء في كيفية معناها مسك المخزون سواء في التعامل مع الصفقات كل هذا كان موجود قبل الثورة عن طريق قمر اليوم باش نرجعوا لانه المرسومة متع الجمعيات الخرج اعطا الرقابة لدائر المحاسبات باش نستثنوا الجمعيات هذه ونخرجوا لها امر جديد في الرقابة هذه تقول لي انت انبعد لسكون يمشي انبعد يلفت نظر تفقدية العامة في وزارة الشورة الاجتماعية باش تكون مؤهلة للقيام بالرقابة هذه بالنسبة للخلافات داخل الهيئات فما مرات تصير للخلافات داخل الهيئات هذه من انظار المحكمة هذه من انظار المحكمة مباشرة ثلاثة الموضوع الاخير اللي حبيت ان نركز عليه هو انه راه الهيئات هي راه المراكز ما هيش تصنع في حاجة الهيئات الهيئات ناس متطوعين زبا يجب ان نفهم ان الناس هذومة جاءوا متطوعين من وقتهم باش يخدموا الفئة هذه يلزم تكون ثم نوع من المرونة في ترشيد الهيئات هذه نحو انجع السبل في التصرف واضح واضح وقعتين نعملهم في دورات مع مركز افادة في كيفية التصرف الإداري والمالي واضح سي محمد الزريبي وصلت للفكرة ان شاء الله تكون يعني العديد من النقاط رفعت عليها اللبس باش من نتوسعوش في امور معتها الفساد وهذيك معناتها النقاط اللي يمكن المعوق يجيك في الاخر يقولك بهي وانا وضعيتي معناها انا كانسان محتاج نحب نرجع نقرأ نحب نرجع نتعالج نحب تكون عندي الرعاية الاجتماعية الطبية تكوينية تربوية ما الى غير ذلك انتمك سياسي سعد كنقابة مثلا دفاع عن حق المعوق في ترجمعيات احنا نلقاه نفس المشاكل اللي يتلقاها الادارة الجهوية للشؤول الاجتماعية وانه علشانا اسريت وسأسر وسأواصل في النذار للقطاع العام لانه هيك الحل اللي يحمل معاقب وقت اللي انت مش طالب جلسة عمل بالاتحاد العام التونسي للشغل وقوم باتسالات وقوم بمحاولة للتدخل بامور ما انا ايجابية نقوم حتى طلب جلسة عمل مع رؤسات جمعيات انا يرفض رئيس جمعية بش يجي اخضر معك وميعملش معاقب قليش اخر مطافي كل كناران انا متبرع ومتطوع منها من وقتي ومن خدمتي ومن وهو تلقاها معناها فما تناحى حول الحصول على رئاسة الجمعية اليوم ما زالنا نقانيو في المشاكل هذي السلح يعرف الامور هذي اليوم لهيئات منها ثم اغرار شخصية بيناتها شكل يترشح شكل ما يترشحش اليوم فما منها اذا كان احنا فما مشاكل تكون بين المربين ورؤسات منها والجمعية والهيئة منها الحلول تصعب برشة تصعب برشة على خطر انت مش مش تحكي مع انسان بني فوق هو لك انا متطوع فامتني منها شو الحل ومازننا مش شوف برشة مشاكل رب وماشي تكبر المشاكل وماشي تكبر مشاكل سوف سيسرح بالليلحظة النقطة هذية بالذات اللي هي تخليني انا نقول راش قلتك انا راه المعاق حق العادي ويلزم لوزارة تحتضمه ويلزم تصرف عليها الدولة ويلزم تكون ثم رقابة حتى المسؤولين المسؤولين العليه يجب يكونوا معناها مراقبين ويكونوا معناها من الناس اللي من الوظيفة العمومية ويكونوا معناها تحت تحت ادارة كما جمعيات كما هكا تخلق في مواطن شغل جمعيات كما هكا تخلق في مواطن شغل مربيين منتدبين حتى اللي يكونوا متخرجين جدد في الاختصاصات اللي تعنى بذوي الاحتياجات الخصوصية تخلق لهم في مواطن شغل اوضرت اوضرت لسيا وضرت هاتفاقي مشترك وثير لا م dedi الاتفاقية المشتركة هكذا ما تعلمتي ولا رحالك انت ترجع للقبل رئيس الجمعية يعمل جمعية معاقية يدخل مرته ومرت ولده والفاميه متاعه ويخدم الجمعية ملكهم وهذا هو اللي موجود بالنسبة توا الاتفاقية ما يدخلوا كالأهل الاختصاص واللي عندهم شهائد علمية في الاختصاص وما يتم انتداب مو ربين أو من ذوي الحاجة تضمها إلا من أهل الاختصاص طبيعي جدا كما وزارة التربية ما نتقادر تخرج في معلمين وأساذة يمشيوا يقرروا في المدارس اليوم عندنا ما نضب المعاقين بل بالعكس جامعة منوبة للتعليم التربية المختص اليوم قاعد يكون في مربين ويخرجوا مربين متعدي الاختصاص ويمشيوا يقضوا في الجمعية احنا بعد اتفاقية المشتركة اليوم نقينا لدار العام النوضي الاجتماعي بعثتنا قائمات متاع المربين اللي تخرجوا السنة ونحن الناس اللي يلزم تقبلوهم وغيرهم لا احنا نقولوا مشكورة لانه وعليش ولا توا فما حسنا مش اللي جي يخدم مع الجمعية المعاقين لانه اقبل رأسك رأسك ويجي انت مرب واذا كانت ترجع انت تعمل كتوا تقيم حول المربين اللي السابقين اقبل شوف شنو ما الاختصاصة متاعها متقبل متاعها فأمني مناء هذا انا والله كل ما نحب عليه يلزم ذوي الاحتياجات الخصوصية بتونس بكامل جمهورية تونسية يكونوا على نفس المساوية يكونوا على نفس المستوى بس كل يتمتعوا بحقوقهم والكل خطر شوف الجمعيات هذية إذا كنا تكلموا اليوم وانا على الجمعيات رأنا نتكلموا على الجمعيات الفي الوليهات رأنا نتكلموا على الجمعيات الفي المعدمديات باش تتكلموا على د sirr الحتياجة الخصوصية في الملكات gehen живот هل سملموا فيها هذا ikut Obviously وصلتوا لهم سيسال لا لا أحذقتي وصلتو لهم سيسال حمساج خطر بكري قال يفهم أربع جمعيات في الأريف وصلتوا لهم قاعدين تتابعوا فيهم قاعدين تشوفوا فيهم بالنسبة للجمعيات الموجودة في المناطق الريفية عندنا أربع جمعيات في بيرعلي في الحنشة في المحرس وجبنينا والمهارة أحوالا بالنسبة للجمعيات الأخرى معانتها تعبنة وأنماء يعني كما أقوله ويختفون لها محالة من الجمعية للجمعية ولكن تعبنة بالنسبة للجمعيات اللي في وسط المدينة ثم بعض مناطق والإسفاقس ما عناش فيهم جمعيات على غرار مازال شاكر ودعوة مواجهة للمجتمع المدني في منزل شاكر بشي اليوم كما نقوله هيا رعا كلوا ليدات الوقت اللي موجودة قديك في منزل شاكر ومن خلال بعث جمعية وبالطبع الدولة تساعد وتساهم في حث الهمام على أساس بعث جمعيات في المعتمدات الريفية والمفاية الجمعيات هذا معانتها في ريمون معانتها كما قلنا معانتها سؤال نطرحوه وإن شاء الله بيحل لنلقاه حتى في معتمدتها قارب يعني خلاف لي موجود معانتها الفرع اللي الترأسوا يديروا سي سعدة الصالحي في جارجور لكن أجارب كمعتمدية ما فيهاش وعننا برشا مواطنين مختلف الليعقات موجودين في المعتمدات ما هو مش موجود معانتها ما همشي ما همشي ما همشي في إطار الجامعيات الخيالي بيطرد يا حقتي حوالي النقطة هي بما أن السلح ترقله وانا رأني ماناها نتكلم على دول احتياجات الخصوصية الكل في كم الجمهورية التونسية الكل لكن ثم مثلا كما توا قولوا مركز جارجور مركز جارجور احنا سعينة أولاد المنطقة سعينة سعينة هو أننا عملنا مركز جارجور تابع لفرع الأمل وعملنا عملنا ما أناه في مدرسة ابتدائية أخذينا ما أناه توا ما أناه زوز ما أناه طبعا ما مقر تحصن عليه ومقر طلبية مش تحصن عليه آخر صغار زوز ويني تم استخداب الصغيرات هظومة لكن محرومين من جميع المرافقة بيه محرومين من جميع المرافقة وهذه يا جارجور وأنا رجعيد معناتها نخرج للأرياف والي هي حاجة معتها ملحة جدا لكن نعم مش نقعد قريب هوني في وسط صفيقص صفيقص العاصمة المدينة جمعية صفيقص الغربية القصين ذهنيا حتى هي حالتها تعبى برشا طبعا نشوفهم بعضنا في الريبرتاج الموالي شنو بالنسبة للجمعية هذية مما تشتكي خاصة وأنها تتسع إلى عديد من المعوقين اللي في حاجة مساء إلى طلب وحيد طلبوه الأولياء على لسان وليداتهم خاطر تقريبا مش كلهم ينجموا يتكلم مش كلهم ينجموا يعبروا على الحالة اللي يعيشوا فيها نمشي ونتفرجوا في الريبرتاج الموالي من أعداد زمينة حمزة برجب الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيا فرعص فاقس الغربية يعاني نقصا في وسائل النقل وهذا أرهق الطاقم الإداري والقاصرين ذهنيا المنتفعين بخدمات الجمعية إلى جانب كثرة عددهم الذي لا يستوعب سيارة سياحية منهكة ومحدودة الطاقة عندنا صعوبة نحن في التنقل من السبعة غربو عمتع الصباح يخرجوا صغيرات بريس كمية كيلومتر يوميا تراجي وعرق وسخنة بصراحة معناها احنا نحب الحل الوحيد نحب الترانسبور نحب شوية عينية في الجمعية راي نقصة برشا صغيراتنا نتعبين وحنا نتعبين معاهم بركة الكارم عبية وثم صغيرات بصحتهم وثم صغيرات تفهم وهم يعني سبحان الله كل واحد بحيث الكارم عبية عاللخة والله أمس برك الشرطة حبستها قلت قل لك لا من ساعة نيش هلعبائي الكل يقولين بكم ساعتكم هلعبائي الكل يعني نجموا يعونوهم من العباد ولا الحاكم ويعطيهم باش يتنقلوا فيه مشكلة كبيرة في التنقل ساعات صدقني ساعات الكار تعوق بيهم تلقيهم يصلوا وين وين ساعات روح به اصلا أنا شخصيا صدقني نحس بذنب كبير وقت لنركب ولديت معاقين بالعدد هذيك في وسيلة النقل هذيك صدقني يومين نروح لداري متألم ونحس بحسرة كبيرة وفي الآن نفسه مضبية ما نحرمش كالصغيرات لأنه في حرمان هم زادة باش نحس نفس الإحساس المطلوب هو حافلة صغيرة احنا دجاء الإدارة الجاهوية للشؤون الاجتماعية اقترحت الفرعة هذي اقترحت أنه باش يتمتعب حافلة صغيرة والموضوع تو تحت الدرس عند السيد وزير شؤون الاجتماعية سيخليل الزاوية لكنين لماذا الشيء قادي تدرس والحالة استعجالية بالضبط الحالة تريزي استعجالية برشا إذا كان ما توصل لناش الحافلة هذي في أقرب الأجال هراه حافلة تنقل القاصرين ذهنيا مطلب أساسي واستعجالي لتحميهم من شر مخاطر الطريقة وتؤمن تنقلهم بسلام نادى به كل من القاصرين ذهنيا والأولياء والطاقم الإداري حب بكر الأولاد والأولاد يجون مرمدين والأولاد يجون تعبين على الأخر على الأخر جمعية بارك الله أربع وخمسة كيران وجمعية كار ما شرأي مش مش عادل نهز في أكثر من الطاقة متاحة حتى معتها صغار تلقى معتها سخنة عرق ساعات الطفل معتها من الجمش دين بشيق عدواقف معتها شبيك حتى الساعة ساعة ونص بش نوصل إلى للسانطر يوصل حتى يرد وعننا مشكلة أخرى اللي هي فرع سفاقص مركز شاكر ثلاثة ذي عن مركز ورانا للهيئات السابقة كانوا كارين من البلدية ورزق البلدية ملك البلدية اللي تام كريتهم البلدية لكن نظراً للموارد الضعيفة قلة الموارد متاع الجمعيات هذه ما نجموش يقوموا بخلاص المستحقات هذه لكن هذي نجمش تفوت لكم فيه البلدية هذا هو المطلوب المطلوب هو التفويت في هال المركز هذا على الأقل يرحموا كالصغيرات ما نهي يرحموهم ما نهي يخرجوا يعملوا هذيك الديفولمون يخرجوا يلعبوا يخرجوا يراوا وجه ربي شوية على الأقل يعانيهم كالسواق كاليدارة كالأولية كالصغيرات تنجموا تشوفوا الحافلة هذه فيها تقريبا ستة مقاعد ويركبوا فيها تقريبا 12 إلى 13 معاقل معنا وما 12 و13 وما زال يكثر النمبر هذا في تقريبا فيشتر السيركوي ما زال العدد ممكن تشوفهم مصلي عن بي الكار الأخرى كيف كيف الشارج تبرك الله خيريت البلايس محدودة حتى اختر شكل اختر على الصغيرات المطلوب المطلوب ماذا بينا يقدر باش يعاون باش في شراح حافلة على الأقل الضمن وتأمن صغيراتنا كي يوصلوا للمدارس امتحم تكدس الأوساخ أمام مقر الجمعية من طرف المواطنين زاد الوضع تعقيدا وتعكيرا وزاد القاصرين ذهنيا أزمة رواح الكريهة وانتشار البعوض والذباب نحن والله إضافة للمشكلة الرئيسي اللي تم دراسته مع اللوخيان اللي قبل نضفلنا مشكلة آخر وهو القاء الفضلات والأوساخ أمام ساحة الفرع تقريب مركز له إشاع كبير النجاحة هذه كل تصور حتى من القاء الفضلات في ساحة المركز وهو لا يشرف لا البلدية ولا المعتمدية ولا المركز في حد ذاتي معناهم ولدات معاقين يزيدوهم على الإعاقة متاحهم القاء الفضلات والأوساخ فواضي هذه معناها تقلقنا برشا وخاصة في الوقت هذي اللي تواجدوا فيه معناها وكفرت فيه المشكلة هذي البعوض هذي في السفاقس فمتاح معناها مسيكنات الصغار والله والله قاسي حافلة تؤمن سلامتهم وتيسر تنقلهم بات حلما أساسيا للأشخاص القاصرين ذهنيا في وقت الذي يحلم فيه بقية الأطفال بأشياء أخرى ابتسامة من طفلة التي تنتمي في جمعية السفاقس الغربية القاصرين الذهنية قبل نرجع لضيوف في الستوديو نحن نقول كلمة الس sao السياسيين مبتاعنا اللي يتعركوا على كرسي اللي يتعركوا على أصواتهم اللي يتعركوا على أمور المواطن التونسي قولك أنا متهمنيش شهرين ولا تلاثة معنا تعركوا على بناء دستور شهرين معنا تعركوا على الانتخابات السياسين هيدو شكون منهم تفكر معوق شكون منهم مشاء الجمعية خيرية وقال تستحقوش إذا كان تفكروهم والإذا كان تفرجوا فينا مثل نجموا تتلفتوا لهم وراهم هذوما عينة صغيرة وصغيرة جدا من اللي موجود في كل أنحاء الجمهورية برشا وليديت يعانيوا كما هكا وملقوا حتى حد يتلفتوا لهم الحملات الانتخابية جاية وان شاء الله ما نسمعوش وقت الحملات الانتخابية برؤساء أحزاب وقال لا ممثلين أحزاب يمشيوا باش يتبرعوا لما حاله هو المنتفع الوحيد هو ذاك الطفل المعوق لكن وذا بنا نتفكروهم على كامل العام بيه سي ساعة كنت تتفرج في الريبرتاج هذي والله اتفرجت في الريبرتاج هذي رو فما ما أكثر فما ما أتعس وكما قلت وانت واشهدوا على عيديك عندما قلت على المسؤولين السياسيين وعلى الناس كل أنا قاعد حير طوا ما عنديش مش قاعد نتبع شنو اللي يصير في المجلس السياسي في المجلس السياسي وشنو الدستور ما العرفش كيفش هالفكروا في المعقين في الدستور عملوا فصل قانوني في الدستور ما عنديش فكرة مانا باش المرور الكرام هذه الحاجة وهذه هذه منها تسمى منها حاجة ما هيش ما هيش مخترا فما ما أخطر واللي يخلينا ما أخطر في الوضعيات هذه هو كيفاش اختروا فيما ناس صادقين وفيما ناس تحب تخدم المعاقين ويتم اقصائهم بجميع الوسائل رو شوف فما الهناء وسيسالح يعرف فما الهناء الاشتراكات الاشتراكات بلفين فرنك الولي فما الناس صعب تاخو اشتراكات باش تدخل وتقدم مطالب ترشح في الهيئات ما يتمش تسليمها الاشتراكات هذو عطونا رشعول اهرية اشتراكات راتيك علاش لانه لو فسحوا المجال للناس صفقين مش يخدموا رانا أبرك من هكا شوي راو سي سعد رايزي حالة مخترا رايز سي حافلة ما هيش مهيئة صحية راو منجوش نتحملوا ما وشوف الهنية المسؤولية الهنية المسؤولية يتحملوها المسؤولين الكل اللي قاعدين يروا في حاجات بسيطة لانه ذوي لحتياجة خصوصية ما هواش مش عبر مش مش عبر على الظلم مش مش عبر على الظلم اللي قاعد يتعرض له وعلى القهر وعلى الأخصاء وعلى التهميش اللي قاعد يتعرض له اما اليوم الأغرب الهيئات وستي صالح يعرف اليوم الهيئات ما قادش تحر مش كما قبل اليوم الهيئات الباري بدأت بدأوا يندثر يقدمين المال ورئيس الجمعية وكتب عاموا وهكم هما علش لأنه ما فماش طموحات كما كانت قبل فماش امتيازات فماش طموحات قد قبل يطبحوا وعندهم وعندهم أهداف شنوها عنده يمشي قابل الولي لأنه رئيس الجمعية عنده قضية في البلدية يقضيها عنده مناهة إنسان عنده القبول الاشكالية هذية علش أنا قلت لك أصر رو ما يتنحها المظلمة هذية وما تتنحها العرقيل هذية وما تتنحها الغتال أكح على ذوي الاحتراجة الخصوصية ما ما فعلنا وما ما عملنا إلا وإن حسبناهم كيمة الناس العادية ويأخذوا حقا كيمة الناس العادية قانون داخل الجمعية جمعية كيمة هكا اتصلنا بسي عبد العزيز اللي هو ربعي مدير الجمعية قال أنه اسمهم أدريجا منذ أجوانا حسب الاتفاقية أنهم باش يحظوا بوسيلة تنقل فما وخيين كلمونا وقالوا واذو ما عندهم أربعة كيران بعد كتحققنا القيناة فما كار واحدة تمشي في خط معين وكار أخرى اللي هي أو ماش كار هي استفاتة اللي هي صغيرة تمشي في خط آخر والزوز منتهين الصلوحية وقاعدين في النقل وإحنا الجمعية الداخلية يمتاحوا أنا أتمنى إذا كيركيب بالنسبة هذه ممكن صارتوا حتى بقية الحفلات ولو حتى هما معطبين أو ماش في حالة حسنة ما فيها بازة كرود باش نعرف حتى الجمعية اللي كان ما تنجمش تخدمها عنتها باستفات فقط عندها حفلة آخر حفلة في بالي اخذتها سنة 2006 ربما دونك عمرتها 8 سنوات وعند الاستفات اللي كما قلوها منطقين استفات كانت تتعوض أو ربما كما تأدي خدامة أخرى دون حمل الصغيرات أو ربما كما قلوها الصغيرات اللي معتها يسكنوا معتها في زون هديرة وعون الشرطة ساعات يوقفهم يوقف حتى للسائق الحفلة الصغيرة يقولوا ممنوع عليك مرجعين خطيك بصحيح بسبب الجمعية منطقين عندها ثلاثة حفلات والاستفات هذه ربما الحفلة اللي عندها تهو حاليا كما قلوها مهترق منتهي الصلوحية عندها حفلة وستفت وستفت ومبرمج على محالة في سنة 2014 أنا من أحب أن نقول حويجا أن كل عام ولاية السفاقس تحظى على الأقل بحفلة وحدة إلا من كل حفلتين يعني كل عام ولاية السفاقس ما فوتت حتى عام من اللي كانت وزارة الشرطة الاجتماعيات تصلت للحفلة في لوم من هذا ديما سفاقس عندها باية منصيبة في الحفلة إن شاء الله بيحاول له السفاقس الغربية وثبا طلبات كثيرة لا مش كان سفاقس الغربية نحن خطينا عينا ثم فرع الأمل ثم الجمعية تمدلش المكفين زي كيف طلبين الحفلات وحنا نحاول كما أقول بيش اللبي والطلب وقدموا معانت طلبات متاحهم ونبوضوهم ونسعوا حتى ما لوزارة متانا بيش معانت اللبي والطلب متاحهم وبالطبع الصحية أنا شخصيا معانت وقفت على الحالات وشفت معانت كما أقول حتى الحفلة اللي عندهم وشفت معانت في حالة عضب بعد طلبة في الكيس وزيت معانت خارج منها دون ان شاء الله بيحاولها معانت يكون معانت هلامهم لهم نصي إلى جانب اللوزات شؤون الاجتماعية باش نعطيك جس كلمة إلى رجال الأعمال وتبارك الله سيقصيها برشا رجال الأعمال وكيف كيف رؤساء الأحزاب اللي داخلين نعودها ونعود نكرر لحملات انتخابية ما فيها بيس تفكروهم اللوزات هذوما ومسال شراهم واش معلوم كبير برشا احتسابا لما يصرف وقاعد يمشي في حاجات يمكن قولوا احنا المعروض نجم ينتفع بها اكثر فاكثر شنو تعقيمك سعر والله تعقيم بيان الكلام سيصال حول الحافلات وحول المراكز وحول النقاص احنا ما هو المناطق النائية ينزمنا على قرل ناخذ وحقنا انا نتكلم اكيد 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 علش انا موت نتوسي ونحب الخير للناس كل وخاصة ندوي احتراج خاصية ناس معناها عندي 23 سنة نختم في الميدان هذي وديما نتكلم عليهم ويعرف سيصال حتى رو قبل ثورة حتى اليوم ركبوا على الثورة برش الناس وركبت على الاحداث وليت معناها ناس منابلة احنا مثلنا اتيك في قرقور معتمدة عقارب اللي اذكر عليها سيصال انا جريت وانو منطقة قرقور هي ما تبعش على عقارب ما تبعش على اسفاق 19 كيلومتر بو بدينا بمركز صغير حتى الكراه كارين معناها المقر مشكور ابن المنطقة اتبرع عنا بجد منطقة ارض عملنا معناها بلو بلو في البلدية في سيقص الغربية هاي تكره في الملعب مترفعش الفضلات ابن المنطقة اللي اتبرع عنا بجد منطقة عرض جبنا مهندس معنا عملنا وعنا من 2010 واحنا نطالب ونجد باش يتبنين المركز حلمنا بيننا المركز شكوني نجبي والله احنا التجانب بما انه جيران لشركة بريش غاز وشركة بريش 2013 وان شاء الله مزال الواحد 2014 ولحد الان ما زلنا معناها مزال ما سرع حد شي ولا انه ماش حاجة كبيرة وقصي محمد الزريبي مشكور قدمت له الملف متاع جرجور وملف متاع المركز وعدني اثناء اثناء تمريل الملفات متاع الولايات وعدني شخصيهم بانه يسلم حافلة لمركز جرجور وعن شاء نستنائه لانه حتى جرجور معناها تعاني من وسيلة تنقل وكانت نجم تزيو تزورونا وعطونا جي نوف معناها ساعة ساعة الصغيرات يابتو تزولك بش تخت انا حاجة بارك وقت ماروة نحب نزيد العقب على دعوة دعوة بالخصوص الباليد مركز الشاكر واني بيشترف الفضالات على كل ايديات راهم وليداتنا راهوا كيما اقولها كيما ما نرضاوش معانتا حاشاك حتى الاولي قدام معانتا ديارنا فهمت الله دعوة واذاك هذوك آمانة ربما مسيك انه معانتا أوليد ميجمش معانتا يتكلم وحبر قد يكون ربما مغير من يشعر يهز منك الفضالات ويهيك لشكوك كان سبب في مرضك صغير ذاك لانه معرش وميها قلش وبتل يدعو من البلدية بشتكم بواجبها وهذاك حتى المواطنين متاع مركز شاكل غاديك كيف معانتا ييرف الفضلات بل بالعكس هذيك من جماعي رأي مفتح لهم ومفتوح عليهم وليهم وليدات في وسط الجماعية هذيك دوق يكون معانتا إطار معانتا أمثى بش السكان غاديك معانتا يقوم بهالجماعي هذيك هجور هجور احترام جارهم هجور الجمعية معانتا فضال للترفي والرياضة معانتا الولادات المتاحة يحرموهم من هذين على الأقل حتى في نظام البلدات ثم مساهمة البلدات معانتا للجمعية هجور هجور مساهمة لبنية سفاقص للجمعية هجور عفو هكتشوف ما ترفعش الفضالات هذي المساهمة الكبيرة يتقدر فيها بلدية منزل شاكر بالنسبة لي سفاقص الغربية مركز شاكر عفو سيسعد باش نكملوا في إطار الاتفاقية خطر باش نرجع مازال عن مكالمة هاتفية ومازالنا باش نختم الحصة في إطار الاتفاقية فما مشكل ذا يقولوا مشكل الانخراطات وليه تقالي أنا مشي تقدمت بانخراط قاولي زيد أرجع فما شكون تقدم بي أنه مطلب متاع انخراط ومشي بعص حتى عدل التنفيذ هو مربي وقالولو أنه يجب أن تطلع على القانون الداخلي للجامعية وبعد يقول لهم أنا بيعطيوني حق أن يشوف القانون الداخلي للجامعية يقولوا لا يجب أن تكون عندك انخراط مع ترجعنا من هنا النقطة هذي لنقطة اللي بعد النقطة هذي لو تفسرنا شوية شو شوف الوقت متاع البرنامج هو مش كيفي لأنه لماذا تسألني أنت تقول اللي مشا يعمل يتقب في انخيرات محبش تقول انخيرات لأنه شوف قبل لليش والقانون ما عفش صالح من ذلك القانون حانحكي القانون الداخلي متاع الجامعية فالليش لأن القانون الداخلي عمل تقبل كل واحد تخيط كسوة على قاسه قانون داخلي ما تقول واحد يعني على ربح مل كسوة على قاسه ماناها علاش على قاسه باش ما يجيش واحد يربح يربح ميدخلوش من بعد واحد اخر باش يخرج هو كرئيس جامعية ويجي واحد اخر فامتني ماناها علاش يقولولو وهي فيها حد منها في القانون الهدايا منها فام برشا حاجات ماناها اللي ما يحق لهاش باش تقو اشتراك بالجامعية منها برشا ماناها مش مطلع لهم بالجداء بالجداء الحاجات اللي نعرفهم وتعرضو لهم برشا ناس وانه يجي واحد يطالب بشيخه وانخيرات يقولوا ما عندكش حق علي وانعطوك اختراك بخمسالاف ولا عشرة الاف نعطوك اشتراك عشرة الاف وخمسالاف وانفي لا منطقيا صراح كل مواطن تونسي عنده الحق بشيخارط في الجمعية ومثلا ناش علاش يفضل انخراط المتاع ونجم يطلع على القانون الداخلي الجمعية وعلى النظام الاساس يمتنجم من حق ومن حق أي مواطن وشو المانع بشيكون حتى منشور حتى على الانترنت للا الان تكون يسوغوا القانون الداخلي بربي خنا نرف القانون الداخلي يتغوه الهيئة 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 هاي معانت تنجم تقول تنجم تحكم ميلة تنجم تقول ما تطلع على القانون الداخلي للهيئة معانت كما يقول هجناء طريغان يجناء يرد عليه لا يتغو معانت للخيل اللي حبيث في الجمعية ويعرف يعني كما يقول ما سمحه شيء يتخبه فشك ما تخبه مبارا معانت إذا كان تم عدم الاستجابة أنه باش يعطيه المواطن جاء يطالب في اشتراك شنو كما قلوها قبل يتم رفع الأمر للمحكمة وكان المحكمة هو مش يتعكب الفيات المواطن أما مش يرفع قضية الخطرة في الفرنكا ينجم عن طريق عادل تنفيذ يطلب الاشتراك بتاعه ليفهم شكو نرفع عن طريق عادل تنفيذ وينجم عن طريق البريد البريد نظم الوصول يبعث حوالا بالمبلغ هذيك للجمعية وتعتبر ركبين وقارين في الوصيارات المتاع في الجمعية نقعد في إطار الطفل من ذوي الاحتياجات الخصية سي صالح عائلات الوليدات هذو اللي هما تقريبا عائلات معوزة وحالتهم الاجتماعية رثة بأتم معنى الكني لا فما نحكي وعليهم لا نحكي عن الفئة هذية في أهلي اللي تعب مش زادة حتى كيما ولدها اللي هو الوزارة مشكورة وغيرها من المصالح اللي تسعى انها توفر له كيف كيف حتى الأولية مش شكور مش نعطيهم منح لكن نسهلوا عليهم برشة عمليات اللي تخليهم كيف كيف ما يحتاجوش زادة ولي تقاه ما ينجمش مش حتى يرفع يعطي يدفع الانخيرات ولي تقاه تعب برشة تقاه حتى هو بذيته مريض أو ما ينجمش تنقل أو غيره وغيره وغيره وشنوة تنجم الوزارة بيسعى الحوضة عمل ثم برامج على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية تعلم العائلات المعوسة اللي سيدك معناتها جبتم ثم برنامج خاص بالعائلات هذه منحة ترصدها وزارة الاجتماعية اللي فيت لعائلات هذه ولي فيها المواكين ربما ريس العائلة معناتها غاية وتوفي مريض تشكو معناتها النقص في مجابات الحاجات المتاحة الأساسية كيقول لك يوليس فاقس عن أقربات عشر ألف عائلة تنطفع بها المنحة القارة هذه المنحة هي 100 دينار في الشهر تضافي لها معناتها منحة إضافية لفت الأطفال المتمدرسين في حدوث 30 دينار ولي معناتها 130 دينار في الشهر كما بالأقصى هذا إلاجان معنات التنفيذ على المستوى المساعدات في رمضان وعيد الصغير والعيد والعيد هذه المنحة إلاجات منحة ثم بتاقة علاج المجاني تمنح العائلة المتنطعة بالمنحة بمجانة العلاج في المؤسسات العمومية مجانية مطلقة مثلا حتى إشكال في المجاني سوى المستوى المداود على المستوى الإقامة على المستوى حتى الآلات التعويضية ثم بالنسبة المواقين ثم برنامج آخر المواقين هو مورد الرزق يعني وزارة الشؤون الاجتماعية ترصد معناتها سنويا معناتها اعتمادات لفيت المواقين قادرا على الشغل قادرا على الشغل يحب يبعث مشروع نعطيه معناتها الرأس المال يقدمنا هو المطلم ويقدمنا الوريقات اللازمة ويحن بحاول نبرمجوه ونعطيه معناتها سواء للمواق مباشرة وهذا كالأصل البرنامج معناتها والبرنامج مصنى دائرة المواقين أو الوليين متاهوا في صورة تعالى تقعد برشا وقت سالح الاستجابة ما تقعد برشا وقت كل عام رأي هم برمجوا معناتها المعانيين بالمورد الرزق كذيغة باعتبار كل عام ترزدنا معناتها الوزارة المجتمية معناتها الاعتماد اللازم وما تبقينا كما نقول همازاز المخلوق كان خالق في آخر المطاف رأي مجهود الدولة معناتها يزم ومجهودات أخرى تعافظوا هذه ربما تدعوة حتى الجميع باش معناتها تنظر معنات الموضوع المتاح اللي قادرنا على الشغل باش تعين باش تعاون وما تبقينا 130 دينار وانا نشوف في حالات وروا احنا مطلعين على حاجات معناها ممسوسة ونشوفو فيها بعيننا فما اللي عنده كذي صغار فيه مزوز معاقية واحد يخر وما حالتهم صعبة شوي 130 دينار وما زلت عايشة زلت جبل المدوات وليه علاوات المدرسية المتأخرة المي تمشي متأخرة قدش تمشي يعاناة مدرسية 130 دينار بس هي عمرها ما كانت معانتها أجرية منحة منحة من طرف الدولة يعانا من طرف الدولة هذا إلى جان مساعدات المدرسية معانتها بالنسبة للعائلات المعوزة وللات معهد والدخل تم مساعدة المدرسية طرصت من طرف وزارة شمجتمعية كنا نقول أذكر سنة معانتها قرابة 20 ألف تلميذ 2400 طالب كل طالب معانتها كل تلميذ 30 دينار معانتها بنسبة للتلميذ 20 ألف تلميذ معانتها في ولاية فاقص يعني يجي تحسب المبلغ الجملك لقاه معانتا اعتماد معانتها محترم مرسود من طرف معانتها موضانها مش العائلة المعوزة اللي لما موضانها هو ذويل احتاجات الخصوصية وانا عندي عندي سؤال كبير آخر اللي هو مستقبلا شنوه شنوه مقالهم مقالهم ذوي الإحتياجات الخصوصية كي يكبروا ويفخدوا العائلة متاحة وخاصة الناس الفقراء احنا من ضمن الحاجات وقت اللي عملنا الاتفاقية وبعد قدمنا حتى بتقارير للإدارة العامة سيصالح الإدارة الجهوية اقترحنا قلنا عنا ذوي الإحتياجات الخصوصية ذوي إعاقة خفيفة هذوما نجموا مكنوهم من شغل وين؟ يكي ما يخدمش على الأقل معا يخدمش معا كي ما قلو فيها زيتو وما معا جماعتو هو مش يخدم قلنا نعملهم هذوما سوصون دي كونفيرور مرافق متحافلة يشد السيارات يطلع عنا شد السيارات يهبطن ويعاول ويقولي هو مناع على الأقل يقولي مناع يأخو في مقابل هذا ما ما تزالت ما تمتش للإسجابة للشاهدات مع العلم أنه سي سي ساعد مش حتى الوليدات هذو مناجوست خطر تفكرت هوي لزمني أن نبلغها خطر أمانة هذية حتى الإطار العامة والتربة والمؤثر فما يكون يأطر في أوليدات موجودين في جمعية السفاقس الغربية القاسية ذهنين يخلص مئة دينار في الشهر والسائقي الحافية يخلص في مئتين دينار في الشهر هذي هم قايمين على عائلة مع المعوزين به قلت لي شنو ما قالهم المعوقين هذو ما شكون شدونهم حقوقهم وشكون اللي بش يتابعهم معنا سي منعم الهنتاتي صاحب فكرة الدفاع عن حقوق المعوق سيمون عم أهلا وسهلا بيك أهلا وسهلا مساء الخير مساء الخير سيمون عم أهلا وسهلا بيك سيمون عم بلغنا أنك صاحب فكرة الدفاع عن حقوق المعوق في أنا إطار جي الفكرة هذية شنية أهدافها ونوع تدخلاتها الجمعية هذي في ما يخصها للمعوق والله حبيت أول حاجة نشكركم على البرنامج هذية القيم نحييكم عليه بما فيه من عناية كبيرة بكافة فرد المجتمع ومنهم خاصة من الضعفاء والمعاقين في الحقيقة تتبعت للحصة بنشغال شديد نظرا لغايتها الاجتماعية النبيلة أردت التدخل معكم في هذا البرنامج لتبليغ فكرة هي تكوين جمعية للدفاع عن حقوق المعوق وخاصة لحمايته من ناحية القانونية وذلك نظرا لأنه لاحظنا أنه عديد المعاقين على المستوى العملي في عملنا اليوم لاحظنا أنه عديد المعاقين يجعل من العديد من القواعد القانونية التي فيها خصوصية تجرائية تحميمهما من هذا المنطلق بذرتني للفكرة هالية التي في التقنية الجمعية الثانية تقدم عمل يتمثل في تقديم استشارات وخدمات قانونية للمعاقين في صفة مجانية لتقديمنا في هذا المجال لأنهم كم قطلة منعيجة لأبسط الخصوصيات الإجراءية لحمايتهم وإنكيزات القانونية المبنونة لهم سيمان عمترا في الواحكم يمكن تكونوا الرقيب أو المحاسب بالنسبة للجمعيات الخيرية التي تعنى بها ذوي الاحتياجات الخصوصية نأكد على كلمة رقيب ومحاسب خاطر أنتم كجمعية تعنى بحق المعاق بشتبعوا نشاط الجمعية بشتبعوا حق المعاق هل هو صل ولا لا بشي يبشركم أولياء الطفل هذية أو الطفلة هذية بشي يجيوكم بشي يعطيوكم يرفعو لكم شكاوي معناتها أنتم مش تكونوا ممثلين أو مناوبين على الأشخاص هذوما أمام القضاء كيفيش معترا بشي يجوز نفهم الفكرة وحيثياتها ككل ما في شك حنا توا لبيان الخصوصيات الإجرائية وأعطاء استشارات القانونية ثم أمكانية كذلك لتتبع القضايا في التي تتعلق بتجاوزات لهذه القواعد القانونية التي تعطي الخصوصية سواء على المستوى الإجرائي بحماية المعاق أو في عدم احترام الانتيازات القانونية المضمونة للمعاق وهذا ينعرف القواعد هذه سنظمها عديد القوانين وكذلك الاتفاقية دولية المعروفة اتفاقية أمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والانتفاق عليها تونس بمقتضى القانون رقم أربع لسنة 2008 المؤرخ في حداش فيه في 2008 والانتفاقية هي أقوى من القوانين خاصة المصادق عليها هنا لما فيه شك أنه من قد مش استشارة برك لكن احنا مستعدين للدفاع والاستلاثة في الدفاع عن حقوق المعاقية باش نراو تعاون مستقبلي بين الجمعية هذه بقية الجمعيات تعاون في التنسيق في التنسيق نعم طبعا التنسيق التنسيق يجب يكون هو تواصل وعمل تواصل الجمعية الحلوية يمكن يهتم بالجلب المادي وعطاء الإعانة المادية والرعاية يمكن المعنوية لكن احنا الغاية بتاعنا هي التأطير التأطير العمل الجمعيات يغير على جميع المستوى سواء كانت نوع المستوى التنظيم الجمعية تطوير الجمعية تسيير العمل في هذه الجمعية بش تنسقوا مع المنظمة تنسيق الدفاع عن حقوق الإنسان مفكرين انكم تنسقوا مع المنظمة تنسيق الدفاع عن حقوق الإنسان والله سمعني بسمعك قلتلك بتفكروا انكم تنسقوا وتتعاونوا مع المنظمة تنسيق الدفاع عن حقوق الإنسان ما في شك احنا كما قلتلك من بين الأفكار لتكون هذه الجماعية لكن في برنامج موجود التنصير ونحن نوجه مداء للميع رجال القانون بسقف وخاصة منهم المحامين اللي هم معناها يقوموا بمهنة نبيلة وقبل ما تكون مادية أنهم ينضموا لجماعية هذه شكرا لك سيمون عمال هنتيتي صاحب فكرة دفاع الحقوق المعوق في دقيقة خطر معاش عنا برشا وقت كلمة الختام أنا راني ما قدمتش من الاتفاقية المشتركة أول حاجة كل إنسان يجب أن نعطي حقوق احنا أول ما بدينا في تحسين وضعية الإطارة العامة بالجمعية شكور الاتحاد العام التونسي للشغل بسفاقس وخاصة السيد محمد شعبان اللي مخرج الناس اللي هما يجهلوا العمل النقابي ويجهلوا كل شي ومشاولوا معناها على خطر يحبوا تحسين وضعيتهم ويحبوا خروجهم من الاكت الاستبداد والقهر والأقصاء وقلمة دي قاضيتي وقاضيتي جابت نتيجة واليوم أحنا في اتفاقية تعبت فيها برشا الناس مشكورين زيادا ويسمحوني اللي ما تكلمش عليهم خطر الوقت ما فيش برجع عمل التفاقية دي روا بالحق شاركت فيها برشا الناس وبرشا الناس تعبت فيها بالبي بالبي وما هي الا تفعيلها سيد فعلت وامورها واضحة لكن احنا هذي شاء الله تكون منطلق منطلق للوصول الى حقوق المعاق بيش نعطيك كلمة الختام في اقل من عشرة ثوانية نشغل في ختام هذه الحصة وزيد معنات انا ندعى عن فكرة منعمل هنتاتي في مقص بعث جماية للدفاع عن حقوق المعاقين ربما هذا الشي اللي نقصنا فيه وليت ترعى يمكن هذا هو الحل نجد معنات اتقادل حتى على الموقعين ان شاء الله بالنسبة الاتفاقية رأي الاتفاقية رأي قرأة منازلة رأي قابل المراجعة بعد سنوات للأمانة سمحتني استيصالح وسامحني استيساعد الأمانة جمعية الصنبس فاقص ان شاء الله والمشكلة هي إجراء عمليات لوليداتهم يضطروا انهم يمشيوا التونس بش يجريوا العمليات والجنوب كاملية على تونس ان شاء الله وزارة الصحة الخام في انها تكون مساحات صفاق الصفاق في ذولي قادر انها تجري عملية هذه بش صغيرات نجم يرجع لهم الأمل في انهم يسمعوا او ينطقوا حتى شوية شكرا لكم عزائل المشاهدين شكرا لكم ضيوفي الكرام عزور الليلة في حصتنا رجع صدا نتقابلوا ان شاء الله في موعد جديد وموعدنا يجد بكم ان شاء الله كل يوم ثلاثاء في رجع صدا تاسعة الليلة ندمتم او فيها القناة القلم تصبحون على خير اشتركوا في القناة